تقول ما حكم الزواج بزوج عنده منزل بالربا وما زال يدفع ثمن المنزل مع العلم أن هذه السيدة تقدمت في السن يعني هو مسألة الشخص يعني إن كان كما قال صاحب الدين وخلق فإن شاء الله وهذا بالتأكيد محرم لا شك في ذلك لكنه لا يجعل الزواج باطلا يعني ارتكام هذا الفعل أو هذا العمل لا يجعل الزواج باطلا فإن كان الشخص لنه في أمل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم خاصة هو لا يأخذ وإنما يدفع فبالتالي مجرد أن يتوب إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يسهل له الأمر بإذن الله تعالى وقد يوفق إن شاء الله وقد تؤثر فيه الزوجة يعني في أن يترك هذا الموضوع يتحول إلى بنك إسلامي أو رب العالمين يبارك لهما في المال ويردونه فبالتالي لا أرى مانعا في أن تتزوج من هذا الشخص ما دام هذا الشخص يصلي ويصوم ويخاف الله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر